دكتور الهاجس اللي موجود عند كل الناس بسبب قصة ضعف المناعة هل ده المفروض يبقى موجود؟ ولا الناس المفروض تقلق بسبب قوة جهاز المناعة زي ما المفروض تقلق بسبب ضعف جهاز المناعة لأن في بعض الأحيان جهاز المناعة قد يهاجم أجهزة الجسم قد يؤثر على عمليات زراعة للأعضاء مثلاً لا قدر الله قد يؤثر على الجلد نفسه في أمراض زي صدفية ونخالة وغيرها وغيرها فإحنا بنخاف من قوة جهاز المناعة زي ما بنخاف من ضعف جهاز المناعة فعلاً بشكر حضرتك طبعاً على السؤال الحقيقة مهم جداً أن احنا نخلي بالنقى من موضوع نقص المناعة ومين اللي يبحث على نقص المناعة ومين اللي ممكن نلاقي عنده مناعة مفرطة وقد تكون هذه المناعة المفرطة هي سبب مشكلته زي ما قلنا أنه في أسباب وراسية لنقص المناعة هنا بيبقى في عيوب جينية بتخلي بعض الأطفال يبقى عندهم أمراض نقص المناعة وبالتالي للتهابات المتكررة اللي تكلمنا عنها لكن بالنسبة للكبار الحقيقة هنا نقص المناعة بيبقى في العادي أنه هو أسباب سنوية والأسباب السنوية هي بعض الأمراض مثلاً زي أمراض السكر والتهابات ببعض الفيروسات وخاصة طبعاً فيروس الأيدز والإبشتان بارفيروس كمان الناس اللي بتعرض للحروق أو عندها نقص في أمراض نقص البروتينات اللي عندهم مشاكل في وظائف الكبد أو الكلا بشكل كبير الأطفال الصغيرين خالص والكبار السن برضو دول عرضة لأمراض نقص المناعة كل الحاجات دي الحقيقة من المسببات لمشاكل نقص المناعة وزي ما قلت إن إحنا عشان نفحص الموضوع ده بنفحص الحواجز بشكل متدرج علشان نتأكد فعلاً إذا كان عنده نقص في المناعة ولا لا على الجانب الآخر الناس اللي بتعاني من فرط النشاط المناعي وبيبدأ يجي لهم أمراض بنسميها أمراض المناعة الذاتية هنا الجهاز المناعي بيبدأ إنه يهاجم الخلايا الجسمية بتاعة هذا الشخص سواء بقى هذه الخلايا موجودة في عضو كامل أو إنها خلايا متنسرة بنشوف مثلا مرض زي مرض الصدفية أو الروماطايد أو الزئب الحمراء أو بعض الأمراض المناعية أو المناعة الذاتية اللي ممكن زي ما قلت في البداية إنها تصيب أي عضو من الأعضاء من أول الرأس يعني الشعر مثلا أمراض اللي فيها سقوط في الشعر بشكل كبير دي أمراض مناعية حتى أمراض العيون فيه أمراض منها أمراض مناعية كتير بنشوف كمان أمراض بتصيب الجهاز العصبي وهنا دي أمراض مناعية نتيجة فرط نشاط الجهاز المناعي ممكن إنها بتؤثر على الأوعية الدموية في بعض الأحيان على الكبد والكلاء وفيه أمراض برضو نتيجة فرط المناعة اللي بتصيب هذه الأعراض هذه الأعضاء بنشوف كمان الأمراض بتيجي في الجلد بالذات نتيجة التهابات ونشاط مناعي مفرط وفي الحالة دي احنا بنعالج الحاجات دي بمثبتات المناعة يعني حاجات تقلل هذا النشاط المفرط للمناعة